اشتركوا في القناة أرادوها نزيف مستمر من دماء أبناء العم الأوس والخزرج ولازم نفكر لماذا لم يقف اليهود صفا واحدا مع الأوس أو الخزرج وتنتهي الحرب بل أرادوها فتنة مستمرة فحالف بعض اليهود الأوس وحالف البعض الآخر الخزرج وكان ميثاق الله على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتلوا بعضهم بعضا وألا يخرجوا بعضهم بعضا من ديارهم وإن وجدوا عبدا أو أمه من بني إسرائيل يشتروه ويعتقوه فماذا فعل اليهود؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أخذ اليهود من الميثاق ما يحبون وتركوا ما يبغضون فاستحقوا الخزي في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة نقض اليهود العهود واشتروا الدنيا بالآخرة واستبدلوا الإيمان ترجمة نانسي قنقر وهناك من يعيش ساعة أو ساعات وهناك من يعيش إلى أرض للعمر فاتجه إلى الآخرة ففيها النعيم المقيم فمن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة واختار الكفر وترك الإيمان استحق العذاب المقيم ولا يخفف عنه العذاب ولو يوم لأن أحدا لا يملك تخفيفة فالدنيا دار جرور دار له ولعب وزينة وتفاخر الدنيا صراب متاع الدنيا قليل وعمر الإنسان قصير الدنيا دار عمل وابتلاء والآخرة دار حساب وجزاء والآخرة دار قرار وهي دار نعيم للمتقين ودار عذاب للكافرين ورغم علم الكتاب اللي موجود عند اليهود جمع اليهود بين الضلال والسفة فاستحقوا العذاب ومن أراد أن يحصل على شيء من حطام الدنيا بمعصية الله حصل على عكس ما أراد وإذا كان الخطاب في الآية الكريمة موجه لليهود فهو أيضا موجه إلينا فكم مننا اشترى الدنيا بالآخرة كم من تاجر اشترى الدنيا بالآخرة فغش وخدع وكذب لكي يحصل على مكاسب دون وجه حق وكم من رجل مسؤول اشترى الدنيا بالآخرة فعقد الصفقات الفاسدة من أجل مكاسب مالية وكم من معلم اشترى الدنيا وباع الآخرة فباع الامتحانات للطلبة مقابل مال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن بني إسرائيل قد مضوا وإنكم أنتم تعنون بهذا الحديث فليست الدنيا دار ثواب للمؤمن ولا دار عقوبة للكافر ولكن هناك بعض الإشارات للمؤمن والكافر في الدنيا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فلنحقينه حياته طيبة فالمؤمن له حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة له الجزاء والثواب وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والقاعدة بتقول إن أي مشتري زاهد فيما يملك وراغب فيما يشتريه وما أعظم الأمر لو أن القلوب وعيت ولكن للأسف القلوب في غفلة نسأل الله لنا جميعا الهداية وحسن ثواب الآخرة جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر